وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة وفي الآية الأخرى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة فذم الله تعالى الكسل في موضعين في الإتيان إليها وفي القيام إليها والقيام إليها يشمل فعلها فإنه قائم إليها أي لأجلها ولها فيكون هذا مما يذم في حال المصلي إلا أن يكون هناك ما يعذر به أما في حال عدم العذر فإنه من مظاهر الكسل التي ينبغي أن يتنزى عنها المصلي